السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالفرض الأول في اللغة العربية الدورة الثانية دائما المستوى الخامس ابتدائي إذن هذا الفيديو سيخصص لفهم المقرؤ إذن نبدأ بالنص إذن سنقرأ النص ثم سنجيب عن أسئلة الشكل الفهم ثم المعجم الاختراع هو عملية ابتكار لشيء جديد لم يسبق لأحد الإتيان به من قبل ويتم ذلك عن طريق تجميع المعلومات والأشياء في سبيل الحصول على شيء يخدم العالم والبشرية إن معظم عمليات الاختراع تتم عن طريق الصدفة حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل البشري بإدراك الحادثة ويحصل على إلهام لشيء معين إذ إن العقل البشرية بالفطرة مخترع وإدراكه للصدفة أو الحادثة التي وقعت تحفزه لدراسة الموضوع وبناء الفرديات والحصول على ابتكار جديد يغير العالم حيث تساهم الاختراعات في تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات مثل المجال الاجتماعي والاقتصادي والصناعي مما يؤدي إلى صنع فرص عمل جديدة ناتجة عن عملية الاختراع إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن مفهوم الاختراع إذن سؤال أول إذن خمس نقاط الشكل إذن سنقوم بشكل هذه الجملة إذن إن إن معظم عمليات الاختراع تتم عن طريق صدفتي حيث تقع حديثات معينات ثم يقوم العقل البشري البشري بإدراك الحديثات ويحصل على إلهام لشيء معين إذن هذا هو الشكل الآن أسئلة الفهم السؤال الأول أضع عنوانا مناسبا للنص إذن العنوان مناسب للنص الإختراع إذن الإختراع أو مفهوم الاختراع مفهوم الاختراع يعني معنى الاختراع أو تعريف الاختراع السؤال باب ما دور الاختراعات في حياة الإنسان وإلى ما ذا تؤدي إذن إذا عدنا للنص إذن فالاختراعات تساهم في تحسين حياة الأفراد وتؤدي إذن تساهم إذن عدنا تساهم في تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات وعدنا تؤدي إلى صنع فرص عمل جديدة ناتجة عن عملية الاختراع إذن أغدنا نحاول أن ننجوب إذن تساهم الاختراعات الاختراعات في تحسين حياة الأفراد والنهضة والنهضة في جميع المجالات في جميع المجالات إذن شق تاني من السؤال وتؤدي إلى ماذا؟ صنع فرص عمل جديدة إذن جواب كافي جدا إذن عمل جديدة سوف ننزل دابل المعجم سؤال ألف عدنا خريطة الكلمة إن أنجز شبكة مفردات كلمة بناء إذن عدنا نوعها معناها ضدها إذن هذه ماشي شبكة المفردات هذه خريطة الكلمة خريطة الكلمة نحضر إلى شبكة المفردات بناء مثلا ببناء مبناء عمارة عمارة مهندس مهندس إذن جميع المفردات المرتبطة بهذا المفهوم جاء البناء مهندس تصميم تصميم ورش ورش البناء ورش إلى آخر هذه هدو هما شبكة المرادفات خريطة الكلمة مبناء عمارة مهندس تصميم ورش هذه شبكة المفردات مش المرادفات عفوان بل المفردات مليكن هدروا على شبكة العائلة ولا عائلة الكلمة بناء إذن مبنى يبني بنا مبني إذن بناء إلى آخر دابا عندنا خريطة الكلمة ندروا النوع ديالها بناء إذن اسم معناها تشيد تشيد يبني أو يشيد تشيد تشيد ضدها هدم هدم يبني أو يهديم هدم دابا غدين دوزو السؤال بعض أبحث في النص عن أضداد الكلمتين التاليتين إذن عدنا جديد إذن ضد ديال جديد إذن كلمة جديد وعدنا ضد ديال كلمة تجميع تجميع إذن سأرجع النص إذن الإختراع هو عملية لشيء جديد لم يسبق لأحد الإتيان به من قبل إذن ويتم ذلك عن طريق جميع المعلومات أو الأشياء إذن في سبيل الحصول على شيء يخدم العالم والبشرية إن معظم عمليات الإختراع تتم عن طريق الصدفة حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل البشري بإدراك الحادثة ويحصل على إلهام شيء معين إذن إذ إن العقل البشري بالفطرة مخترع وإدراكه للصدفة أو الحادثة التي وقعت تحفزه لدراسة الموضوع وبناء الفرديات والحصول على ابتكار جديد يغير العالم إذن حيث تسايم الاختراعات في تحسين حياة الأفراد إذن Progressive تقسيم أبحث في النص عن مرادف الكلمة تشجعه المرادف الكلمة هل كان في النص تحفزه تحفزه تشجعه أكتب كلمة تحفزه تحفزه بالنسبة للسؤال الكلمات المقترحة هم يلقى في النص إذن إحنا سيجيبوا الأضادة لهم من عندنا لأنه لم يكن الأضادة لهم في النص بل هو من يكن في النص إذن هذا هو النموذج الكتابي اللي أشارك معكم بالنسبة لفهم المقرو أكيد لنا موعد إن شاء الله في أقرب الآجاب مع مكون التراكيب ومكون الصف والتحويل ومكون الإملاء وأخيرا مكون التعبير الكتابي إذن دائما على نفسي القناة تكونوا في الموعيد إلى اللقاء